قائمة الفريق قدامنا على الشاشة كان طبعاً لعبي الفريق في المران وحتى في الطيارة قبل الإقلاع مباشرةً نهارده بيتس موسماني ضم 28 لعب قدامكم على الشاشة دي آخر لقطات للفريق نهارده في ملعب التيتش قبل المغادرة المغادرة بالزبط كانت في حدود حوالي الساعة واحدة وربع من ملعب مختار التيتش بالجزيرة 28 لعب مع بيتس موسماني في هذه المباراة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شبير في حراسة المرمى محمود متولي محمود وحيد رامي ربيع ياسر إبراهيم أيمن أشرف بدر بنون سعد سمير علي معلول محمد هاني حمدي فتحي أكرم توفيق عمر السلية أليو ديانج محمد دمجدي أفشا وليد دا سليمان كريم ما ندفد محمد محمود حسين الشحات تطاهر محمد طاهر محمود قهربة جونيور أجايي وصلاح محسن محمد شريف مروان محسن والتر بوالية طبعاً نصر ماهر وأحمد رمضان بكهم مش موجودين مع البعثة تبقى للاتفاعل تم مع جهاز الفني للمنتخب اللومبي وهيكونوا موجودين مع المنتخب من أول رحلة السفر إلى توكيو لكن 28 لعب منهم 3 مش هيكونوا موجودين في قائمة المباراة محمود متولي وكريم ندفد ومحمد محمود فبالتالي 25 لعب هيختار منهم بيتسو موسيماني 20 لعب لقائمة المباراة النهائية 20 لعب هيكونوا موجودين على دكة البودلاء 11 في الأساسي وتسعة على الاحتياطي يقدر يختار منهم 5 لعبين خلال الوقت الأصلي من المباراة وإذا كان هناك بإذن الله يعني لقدر الله في وقت إضافي في حال التعادل للسلبي أو الإيجابي يقدر يستفيد بيتسو موسيماني بتغيير إضافي خلال الإكستراطايم ودي الليحة اللي كان الكاف وضحها كلايحة استثنائية على نهاء دور أبطال إفريقيا رغم أن الليحة الأساسية في 2019 بتقول وقت أصلي ثم رقلاتها جزاء الترجحية بإذن الله إن شاء الله يكون الأهل قادر على حسم المباراة خلال التسعين دي طب قدامنا اللعيبة وقدامنا الفريق على هوبة الاستعداد وكل إن شاء الله يكون جاهز لمباراة يوم السبت القادم وطبعا شايفين في المطار يمكن بعض الجمهورة أو بعض الأهلوية بيحايل اللعيبة قبل الصفر إن شاء الله طيب